بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أحبتي معاكم ماجد HD وحياكم الله في سلسلة دروس المصير آرنود اليوم بحول الله راح يكون الحديث عن نافذة المصير آرنود الIPR هذه هي راح أشرح بإذن الله كل شيء يخصها وأيضا الأيقونات اللي هنا وحتى القوائم فنقول بسم الله ونبدأ نبدأ بسيطة عن أول شيء اللي هو ساحة العمل أو المشروع طبعا نمثبت حين الكاميرا على هذه خليوني خليه ثابتة على هذه باختيار هذه الكاميرا وبشيل هذه هي الأرضية ويعني طاولة أو سيراميك نقول والجدار هنا وطبعا لإضاءات إضاءتين مستخدم هذه أنا عاملها إخفاء لأنها شديدة جدا واحدة صفراء هذه هي جاية طولية من زي الإضاءات الطولية والثانية هذه بعيدة شوية كبيرة جاية تقريبا مربع بعيد يعني يعطيها اللون أزرق فهذه هي نرجع وخلونا نخفيها مرة ثانية لأنها صراحة واحد ما يستطيع يشوف المنتجات طيب الآن ال-IBR لاحظوا أني الآن أنا أعامل له يعني أو يعني ما أخليه يعني المفروض المفروض أني مع الحركة يفترض مع الحركة هيعمل رندر بس أنا قلت له لا موقفة طيب مجرد ما يعني أشيري البوز دي هيرجع ويعمل رندر لاحظوا شايفين كيف فالجميل في هذه الحركة إن إيش أنت تبغى تشوف المشهد وما زلت مثلا عندك والله شغلات تبغى تسويها على قولهم تويكينغ يعني تحسينات أبغى أحط هذه هنا وهذه هنا فيفضل لاحظوه بكل مرة يأخذ للفها بكل مرة فلو سويت أضغط هذا خلاص عادي أقدر تحكم بأي مكان وأغير من الإضاءات مثلا بدون ما بكل مرة يرجع ويسوي فخلنا نشيلها طبعا هذه يقفل الرندر تماما عشان مثلا تبغى تريح أنت اللي هو نافذة الـ IPR أو تبغى تريح المعالج فتقفله فتبغى تشتغل هنا وتسوي التصميم ولا تبغى تعدل بعض الخامات وكذا فهذه هي عشان الواحد يوقفه تماما نرجع مرة ثانية طيب عندنا طبعا سكيل أنا تكلمت فيه فيما مضى في اللي هو الانطلاقة مع أرنولد لكن لا بد أن أشرحها هنا بعد مرة ثانية هذا خاص بكما ذكرت خلوني أفتحها الحين الـ Render Settings مو بس أفتحها أبغى أعملها Unlock أبغى أشيله تماما ما بغى يكون موجود هنا فعندي الأوتبوت مثلا الأوتبوت 1350 في 1080 جميل بيكسل هنا طبعا ما نحاطه سكيل لاحظوا تحت هنا هنا الحجم 1080 في 800 الـ Resolution لو خليتها 100% مثلا 100% هيعطيني حجم الأوتبوت اللي هو الاستخراج النهائي طبعا تأكد دائما لا تكون على الـ Standard تكون هنا مثلا تروح تختار R-Node Renderer هنا خيارات R-Node هذه طبعا ما راح أتكلم عنها الآن لها درس مستقل إن شاء الله هنا عند الأوتبوت طبعا لازم تتأكد من ضبطك الإعدادات هنا وتكون مختار نوع الـ Render ووقت الاستخراج النهائي راح تكمل في الاستخراج النهائي في آخر شيء إن شاء الله حتى تتضح الفكرة في الـ IBR لا يفضل من وجهة نظري إنه يكون 100% يأخذ وقت فدائما تبغى استعراض سريع لا تخلي مثلا 50% مثلا وهذا الزوم زي ما قلنا لاحظوا يتغير معايا هذه زوم ما لها أي تأثير فالبعض لا ينسى مثلا يحطي مثلا هذه مثلا 50% وهذه 100% كذا لا حيكون ثقيل لأنه هو الزوم بعيد فما راح تستفيد شيء خليها العكس مثلا هذه 50% وهذه 100% كذا حيكون سريع حيكون سريع الـ Render ممتاز طيب خلينا نقول بالله أنت ما تبغى الـ Scale في خيار آخر غير الـ Scale ماذا هو؟ من الـ View عندنا نعم من الـ Toolbar جميل Show Resolution هنا مختارين الـ Scale فيه Height تقدر تشيله تماما طبعا ليس عملي هالواحد يشيله هنا فيه width and height الارتفاع الطول والعرض هنا مثلا والله أنت تحب تشتغل بالـ Pixel هذه هي قدامك حلاص ما راح يعتمد على هذه هذه الاخراج النهائي لو تستخرج النهائي راح يعتمد على هذا على الـ Output النهائي الاخراج النهائي لكن هنا لك لك إنت جميل فأقلت والله أنا أبغى خلاص أبغى 500 في 200 طبعا لكي أنا مقفل في 280 لكي أنا مقفل هنا Luck Ratio الراتيو مقفل لو أشيء لا تبغى مربع خلاص ألف مثلا في ألف صار عندي ألف ألف جميل حتى لو صغرت مرحسي تشيلنا حيضل ألف بألف بيكسل هنا نرجع 800 مثلا في 800 خلاص هذا هو الحجم وأقدر خليه 100% حيكون 800 بـ 800 بيكسل جميل وهنا طبعا ما عندك مقاس معين أنت صاحب مخرج حق منتاج فيه فيلم فيديو مقاسات الأفلام موجودة هنا الويب للنت سكرين هذه الشاشات 4K 3K هذه هي والبرتريت اللي هي بالطول واللاند اسكيب اللي هي بالعرض هذه هي موجودة هنا فخلونا أرجع زي أول أنا أفضل دائما إيش يكون scale ليش أعتمد على اللي أنا بحطه في الإخراج النهائي scale خلاص عندي هذا هو طيب show pixel information هذه تقدر تقول تشخيص لو ضغط عليها الآن هي موجودة هنا هذه هي pixel لحظوها موجودة هنا أو لا ما هي هذه عفواً هذه هتكون تحت هتكون تحت show pixel information لو ضغطت عليها طلعت تحت كيف تبين معايا هنا لما بروح للون مثلا الزهري ذا يعطيني red cam اللي هو الأحمر cam والgreen cam الأخضر والأزرق cam يعني لأنه خليط هو RGB صح ولا الأحمر والأخضر والأزرق خليط ألوان فيعطيني بالضبط مثلا إيش الزايد هذه حلوة طبعا للي يهتم بال white balance يهتم بالضبط الألوان بالمشهد ما يكون فيه ألوان متضاربة ممتاز يعني تنفع وحتى السطوع إذا كان فيه سطوع مثلا أجي هنا مكان السطوع إيش الساطع إيش المظلم جدا وهكذا مفيدة خلينا نشيلها حاليا التول بار طبعا أي شيء أبغى خليه يكون موجود هنا قدامي لو تلاحظوا أشياء كثيرة على إعلامة صح فهي اللي هنا على إعلامة صح فيه شغلات لسه زي الشو color space مثلا اللي هو color space بالمكان أخليه linear لاحظوا كيف صارت الصورة صارت ظلام ليش؟ لأن هذه تعتمد على زي الفلوت تعتمد على 32 بيت هذه يبالها شرح بعدين مستقل خاصة بالحديث عن الخامات وفيه الـ sRGB سترجع مثلا الـ C4D display لاحظوا نفسها ليش؟ لأن الـ sRGB يعتمد على 8 بيت وعندنا الـ auto يعني automatic على حسب المشهد لكن نخليه على الـ C4D display بفضل هو العايدية الطبيعي هي فراحت عشان نشيلها هذه هي طيب فأنا راح أجي حين هذه كلها دعنا نشوف الأشياء المخفية الآن اللي ما شرحتها الـ channel selector برضو هذه تقريبا تقريبا مثلها لكن يوريني يعني مثلا أبغى الأحمر لحال مثلا فينا الأماكن اللي ساير حمرة بزيادة إذا كل المشهد ساير أحمر أو الأخضر فقط أو الأزرق زي كده برضو بالمكان الواحد يستخدمها كتشخيص خاصة الأحمر grey scale لاحظوا إذا كان اللون الأصفر طاغي شوفوا الأزرق مثلا وحطت الأزرق الخاصة للإضاءة الزرقة أنا حطيتها هذا الأزرق بي green scale أخف ليش؟ الإضاءة بعيدة شوية الجرين ممكن يكون أقل منهم أقل منهم بكثير خلنشوف لا متزن يعني تبر متزن الأحمر هو الأشد ليش؟ لأنه هو الأقرب الأحمر هذا برضو ممتاز للتشخيص أو ممكن نحط الأحمر مع الأخضر الأحمر مع الأزرق أو الأخضر مع الأزرق جميل؟ فهنا نرجع إلى RGB عيونين حولت طيب نكمل معاكم إيش اللي ما اخترنا خلا نشيلها عشان إيش نعرف عنا إيش باقي لنا خلاص خلاص الباقي رح أشرح اللي موجود من أول Sidebar Sidebar هذه هي الجانبية الـ Display Filter رح أجيه إن شاء الله الـ Pixel Information تقريبا مثل اللي أنا عرفته تحت حق الـ Pixel Information لكنه Pixel Information بدقة ضغط عليه انفتح معايا إيش بيسوي هذا؟ أقدر أختار يعني كل بيكسل اللي حال برضو للتشخيص لاحظوا عندي في حاجة اسمه Render اللي هو الـ Luminance السطوع الخاص به البيكسل الـ EV اللي هو الـ Exposure Value الخاص مثل الـ F-Stop في الكاميرات الـ HSV يقصد فيها Hue Saturation Value والـ Display العرض فيعني أنا ممكن حين أضغط اللي هو Control عشان مثلا أخذ اللون من الألوان هم كتبين يسعر على قرارة وحاجة يجب أن نقوم بالكامير يعطينا الأفراج هنا لاحظوا الأفراج اللي حوالين البكسل الأساسي مثلا هذا هو البكسل الأساسي أضغط Control يعطيني الأفراج اللي حوالينه ممتازة لتشخيص ولا للمتقدمين هذه حالة جيهة إن شاء الله بإذن الله أو دعنا نتحدث عنها الآن الـ Display Filter هذا من الجميل إيش؟ هذا أقدر ألون الصورة الآن لاحظوا Display Filter هذا هو الجمب Display جميل إيش يسوي؟ يلون لي الصورة أتحكم بالـ Saturation أخليه أبيض و سود لاحظوا أنه ملونها من أول هذا الـ Brightness السطوع ساطعتك تخففها ممكن كده متهزينة ننزل تحت تكتين مثلاً هذا الـ Contrast التباين لاحظوا كيف صارت باهتة تباين عالي عندنا الـ Exposure برضو هذا قوي جداً هذا زي الـ F-Stop لأنه شديد ما ينفع تروح واحد 0.1 مثلاً شديد لاحظوا كيف لأنه وقفات مثل كاميرا فيفضل طبعاً صفر إذا أنت ضابطه هنا في الإضاءات الخاصة فيك القامة القامة هذا يعمل مثل ما بين يلعب الدور ما بين التباين والإضاءة لاحظوا كيف إضاءة مع تباين وبهوت فدائماً دائماً يفضل يكون واحد هذا يلعب دور كبير إذا كانت عندك صور 16 بيت 32 بيت الآن نتعامل مع ثمانية بيت وهنا الـ Color Lookup عندك كاميرا وتستخدم اللاك مثلاً وتصور اللاك اللي هو للتصوير الباهد هذا يستخدم اللات شو كيف أعمل لها تلوين ولونها أخفف من نفس تأثير اللات أو أو أخليه مثلاً شديد وعندي مجموعة أنا أضفتها طبعاً هذه وأقدر أتنقل بينها أشوف الله إيش اللون اللي يعجبني مثلاً نشوف نحظه كيف تتغير على حسب جميل تقريباً والله هذه حلوة تقريباً ممكن واحد يغير مع الوقت كمان يعني إذا ما أو هذا يعني العموم هذه هي موجودة للتلوين وتضيف أي لات تقدر بعدين من هنا تضغط على هذا وأسحب الملف كامل ويصير معاك اللات كلها هنا موجودة من هنا من هذا شو المسار هذا مساري فخلاص نقفله ونقفل هذا نخليه الألوان الطبيعية طيب أتوقع تقريباً تهي من هذا الفيتو ويندو هذه الضغطت عليها الآن هو عشان صغير يعمل عمل إيش؟ الزوم طق صار كامل الشاشة لاحظة هذا صار كبير جميل وهذا فيتو ريجن ريندر ريجن طبعاً أنا لسا ما استخدمت الريجن خلنا نخليه هذا 100% مثلاً ممتاز هذا هو الريجن أنا أبغاه والله هنا أشخص هذه المنطقة تكلمنا أول عنها للتشخيص خلاص الباقي ما في ريندر الريندر داخل الريجن هنا داخل هذه المربع الأحمر فضغط الفيتو ريجن عشان إيش؟ يدخلني أبغاه يقرب لي زيادة بدلا أن يكون شوي مثلاً أساوي زي كده السكرول الفارة فهذا الفيتو ريجن السنتر ريجن كيف يعني؟ يعني مثلاً هذا جاي على جنب هنا مثلاً فأروح إلى view center region ما صار لماذا؟ لأن الصورة خلاص كاملة تقريباً لو كانت كبيرة مثلاً سنقول مثلاً سنشوف هنا center render region برضو ما أنا شايف ما أنا شايف ما أنا شايف مثلاً سير قريب مثلاً نسوي كده سنشوف نعمل له center center لاحظوا سار في الوسط لاحظوا سار في الوسط وسطلية هذه هي الفكرة بس طالما أنها صغير ما يقدر نروح في الوسط لأن كل شيء صغير خلائنا نشيلها فهيصير render كامل طيب هذه توقع خلاص شرحنا لكم إياها هنا الرندر الرندر أو لو جينا عند هذا render all a a o v ويش ال a o v يبقى ال a o v تكون هنا ال display تكون موجودة هنا خلائنا نجيب لكم a o v الآن نروح إلى الرندر من الرندر settings والرندر موجود هنا a o v خلائنا نجيب لكم الآن مثلاً diffuse طبعاً يبقى لها شرح الحال إن شاء الله تعالى هذا ال diffuse نجيبه خلائنا نجيب ال specular هذا هو نسحب ال specular ونأخذ مثلاً indirect specular خلاص وأيضاً حتى ال diffuse مثلاً أبقى أخذ indirect diffuse مثلاً طيح لاحظوا اللي أنا حين جبته هنروح لل main نبقى هنا خلاص نصغر هذي بععد كبير خلوها كدا خلوها هنا لاحظوا الآن لو رحت عند ال display كلها أصبحت موجودة هنا جميل لو رحت عند ال diffuse فقط سيستعرض ليش diffuse light لاحظوا إنعكاسات ما فيه ما فيه ما فيه إنعكاس لو رحت لل specular سيوريلي الإنعكاسات فقط بدون ال diffuse جميل فبكل مرة أروح يعمل render جديد أجي عند ال diffuse يعمل render جديد لاحظوا أروح عند ال BUT يعمل render جديد هذا على متصح عليه render على متصح خلاص الآن جالس يعمل render للكل لو أجي لل diffuse أصلا هو يعمل render لاحظوا أنا فعلته الآن خلاص حتى لو رحت عند ال specular لاحظوا هو الآن يعمل render بس حطوا في بالكم الآن كلها بضغطة واحدة يعني يعني كم طبقة عندي الآن زي تسوي render واحد خلوا الألفة هذا لا ثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة الآن شايفين لاحظوا في نفس الوقت طبعا ما هي عملية للمعالج الضعيف ما هي عملية لاحظوا كيف كلها سويا فتلغيها وتسيريش كل واحد لحال حتى يسيريش المعالج يركز لي على ال specular فقط أو أبغى ال diffuse فقط ويلغيه للبقية حتى يكون أسرع ويخلص بسرعة وهكذا هذه الفكرة من render all AOVs ال debug shading هذا هذا المستوى تقريبا للمتقدم وأيضا مناسب حتى للمتوسط أيش؟ هذا يعمل لي يعني ال debug لهو التشخيص لو ضغط على ال basic الآن حيلغي لي تماما نخلروح لل beauty الأساس حيلغي لي جميع الخامات ويوريني أماكن الإضاءات مثلا أنا والله محتارة عندي إضاءات كثيرة وزعتها ومع عواكس وهكذا بس أنا ما أنا عارف يعني أحيانا بالتشخيص وشخص وأحيانا واحد يبغى مثلا يخرج الرندر كإثبات والله أنا عندي هذا تروا أن أنا سويته مثلا ما هو واقع هذا 3D كمثال يعني البعض يستخدموا هكذا الإكلوجين هيكون الموجود في السينما للأضلال نحظوا يشخص الظل عندي وخاصة يشخص لي أماكن التحبب نحظوا مثلا الوائر فريم برضو جميع التشخيص إذا في مشكلة في الضخامة معينة أنا هذا واحد يقدر يشخصها من نفس السينما لكن موجودة أو أستخرجها كذا أنا وائر فريم أضغط على هذه هذه الكاميرا هذه أستخدمها بكثرة طق حتروحين مباشرة عند هنا أصبحت بال اللي هو لاحظوا كيف موجودة هنا طبعا الحجم صغير لأن الحجم أصلا صغير 675 بيكسل عشانها 675 بيكسل طلعت صغيرة فإذا أخذت هذا الحجم كبير ستجيني كبيرة كمثال أخلي 100% لاحظوا وأضغط على الكاميرا سناب شات أخذ لي سناب شات لهذه طق راحت كبيرة ممتاز فحطوا في بالكم الحجم سكيل يؤثر على المدخلات جميل طيب الديباغ عندنا هذا النورمال النورمال هذا معروف يشخص لي فين اتجاه اللون الأخضر والأحمر والأزرق الأزرق يسار الأحمر يمين فيشخص لي أحيانا يكون عندك نورمال ماب مقلوبة تكون الأخضر تحت جاية من مثلا بعض البرامج زي اليونيتي انريل انجن فتحتاج أنك تعمل لها قلب تقلب النورمال حتى تكون صحيحة وقت الاكساء مع الاكساء وهكذا للتشخيص اليو في اليو في يشخص لي وضعي للخامة لم أضع الخامة فين راح تنكسر هنا في العكس ما فيه انكسار ليش لأن فيه أخضر فيه فيه بلند فيه تماشي هنا فيه انكسار فيه نفس الصابونة وهنا فيه انكسار شديد أيضا ممكن عشان تجاء أحيانا الإضاءة وهكذا للتشخيص البرميتف اي دي هذه صراحة أكون صادق معاكم ما قد استخدمتها ولكن برضو تكون مناسبة للتشخيص والبعض يستخرجها كذا ليش ما أعد لي صراحة فموجودة قد نستفيد منها أستفيد منها مستقبلا أنا إن شاء الله عندنا البرميتف تقريبا مثلها نفس الطريقة للتشخيص أبجيكت هذا جميل للدمج اللي يبغى يستخرج كل أبجيكت لوحده لاحظوا كل شيء حيكون له لون ما عدا صحيح هذا وهذا جاي نفس اللون بالإمكان أغير ألوانها من الخامات أو من الماتيريال أستطيع أغير من الألوان فهذه للدمج ممتازة اللي بيروح مثلا سواء الفوتوشوب أو الأفتر أفكت حتى يشخص كل أستخرج كل مثلا أبجيكت يكون له لون لحال يكون له ألفا لحال وهكذا لا عدة استخدامات الدفيوز مجرد دفيوز بدون خامات يعني فقط إضاءة والمنتجات بدون خامات وهكذا ولاحظوا هذه هي موجودة عندي شوفوش الكوارضية هذه الشبكية فقط مجرد ما عملها إلغاء يرجع كل شيء زي أول لاحظوا يرجع كل حاجة زي أول هذه هي موجودة هنا طيب حاننا خلص خلصنا من الديباق السنابشات سيتنج السنابشات سيتنج اللي هو نفس الكاميرا لو دخلت عليه في عددات كثيرة هذه صراحة يعني ما عرف كلها وما استخدمتها لكن لها طريقة ثانية بوريكم إياها كمثال لاحظوا سنابشات أنا أحط علامة صح بالعادة ما تكون فيها علامة صح تكون مزالة ليش خلنا أوريكم نعمل الموافق لو أنا بشخص هذه مثلا خلاص كل شيء خلنا نشيل ونرجع مرة ثانية لاحظوا هنا حين صار إيش ما هو واضح وصار هنا في وضوح في وضوح شديد جميل فخلاص أن أبغى الشخص دي وأبغى أرسلها أعمل لها سنابشات جميل فأنا ما أبغى هذه كلها تروح فلاحظوا لو أضغط كلها راحت كلها هنا غبش وهنا لازم قاعد أعمل الاقتصاص هنا وحالة يعني لازم استخرجها ومكان أروح لفوت شوف أستخرجها فإيش يسوي اللي هنا من الرندر سنابشات سيتنجز أحط علامة صح على هذه هذه ممتازة جدا علامة صح سوي موافق لاحظوا تحولت معي الكاميرا سارت مربعة ليش؟ حتشخص لي هذه المنطقة بس وراح ترسل ليها ما رح ترسل لي هذا كله لاحظوا لو عملت إرسال طبعا هو لسه ما خلص لاحظوا كيف؟ فقط استخرج لي هذه بدون هذه كلها بس المكان ذا أنا أبغى هذا المكان فأنا ممتاز صراحة واحد يروح له ولا ينسى يحط على مطصح عليها بالإمكان باليمين عليها الظاهر إيه سيتنجز وأروح لنفس المكان فهذه هي الباقي بنشوف فيه فيه لها من نفس إعدادات هذه اللي هو زي الريجن من هنا الأوتبوت عشاني يفع شغل ذي خالي نشيلها الأوتبوت مثلا اللي هو الريجن رندر ريجن طبعا المقفلة كيف هذه الحين أنا أبغى المنطقة ذي جميل أروح رندر كابي ريجن تو رندر سيتنجز لو أعمل كابي هتروح هنا رندر ريجن رح تتجه هنا لاحظوا كيف كابي نسخ لي إياها الآن هذه الأبعاد ليفت بوردر طب بوردر رايت بوردر اللي هو الليفت طب الداون الرايت هذه هي نسخ لياه هنا وأقدر أفعلها نعمل تفعيل لها خلاص يعني لو أعمل رندر فخلاص يسيريش يسوي لي رندر هذه رح يلغي الرندر اللي فوق حطوا في بالكم رح يكون فقط الرندر ريجن المكان المصغر هو اللي حيستخرج ونلغي هذا بعد خلاص عشان نبقى على الأساس جميل نشغل هذا مرة ثانية ونكمل معاكم خلاص انتهنا من هذه هذا البروغرسيف رندر سيكون جدا سريع بالنهاية لاحظوا لو شاء لو فعلت الآن فعال البروغرسيف هو اللي يسوي لي بكل مرة يسوي لي رندر بكل مرة يعني يعملي تصفية تقريبا ثلاث إلى أربع مرات ثلاث إلى أربع مرات موجود عند السيمبلز هنا باقي آخر خطوة هو حين سالب واحد حيروح إلى واحد لاحظوا الخطوة الثالثة الحين هذه الأساسية الخطوة الأساسية هذه هي هذه كيف نسويها كيف مثلا نلغيها خلويني ألغي لكم البروغرسيف رندر ذا خلاص خلونا نروح عند الرندر آرنولد والسيستم هذه طبعا تحتاج إلى شرح بعدين بس نبغى مين اللي هو هنا اللهم صلى الله عليه محمد هذه هذه هي الاي بي ار لاحظوا هذه خلنا نقفلكم ذي عشان ما ندوخ أنا دوخت منها خلاص تكون هذه بس شغالة عشان نركز عليها لاحظوا سالب ثلاثة أنا لو خليها الحين مثلا مثلا لو ألغي هذه رح يبدع على طول كأنها استخراج نهائي هيبدع على طول الرندر لاحظوا لاحظوا كيف ما عد فيه بكل مرة البروغرسيف كل مرة يعمل تصفية يصفي ويصفي فطبعا مهي عملية هنا في الاي بي ار مهي عملية ممتازة خلاص في النهاية في الاستخراج النهائي تبغى مرة واحدة تتركه تروح تقهوة تمشي تاخذ راحتك لينما يخلص الرندر فأفضل تكون فعالة خلاص 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 نقفل مشغل مرة ثانية لاحظوا الأول الثاني والثالث الرابع هو النهائي أقدر تجد خلاص يكون ثنين فيه ثنين فقط خلونا نضعف برضو من الرندر مرة مرة يكون بطيئ خاصة مع التسجيل أنا بطأتها الآن نشغل مرة ثانية لاحظوا هيكون فقط لفتين تقدر تخليه خمس لفات لاحظوا أقدر أخليه ست لفات لاحظوا واحد ستحسب هنا تحت الرابع الثالث ثلاثة سالب اثنين سالب واحد بعدين سير واحد لاحظوا كيف البعض يستخدمها كذا والبعض لا يفضل خلاص تكون ثلاثة بس هذه الأساس وعلى فكرة إذا مزعج عندك المربعات ما تبغاها موجودة هنا عندنا الريدر سيتينغز هنا أنا أفعلها ديس بلي الباكت كورنرز هذه أنا أفعلها خلوا خلوا تيجي عشان تشوفوها خلوا تيجي خلوا نحدد مكان صغير عشان تيجي بسرعة لاحظوا إذا أبغاها تيجي هذه المربعات البعض ما يبغاها المربعات يمكن صاح يحمي واضحة هنا بس أحيانا في بعض المشاريع حتكون جدا واضحة تعمل لها لغاء ديس بل ديس بل ديس بل اي بي آر تعمل لها ديس بل خلاص حيسوي لك رندر بدون المربعات هذه وأيضا تقدر تستخدم الحجم حجمها خلونا نطفي لكم لمة من اللمبات معلش نيوه ما هي موجودة طبعا خلص أنا ما درت أن أخلص خلونا نفعلها مرة ثانية جميل نكبرنا هذه شوية بس وهذا البوكت الحجم حين 64 حجمها جميل أقدر أخليها مثلا 20 شوف هذه تكون صغيرة جدا لاحظوا أصبحت هذه المربعات جدا صغيرة جدا صغيرة أحيانا عملية وأحيانا لا لاحظوا كيف صغيرة إذا عندك معالجين مثلا بأنوية كثيرة حتكون فعالة هذه الصغيرة وأقدر أخليها كبيرة جدا مثلا لاحظوا 70 وهكذا 120 بس هيأخذ وقت شوية شوية ماحيانا تكون فعالة للمعالج واحد لكن سريع الله ما أخذ شوية صراح أحدا لا بأس لا بأس حجم كبير شايفين هذه هي من ناحية هذه الالتفافة يأخذ للفها هذه السبايرل تقدر من التوب من فوق التحت من فوق التحت خلونا نشيل هذه من فوق التحت من الإيسار random هيكون مبعثر مرة هنا مرة هنا مرة هنا هذه الظاهر موجودة بالV-Ray أتوقع والله أعلم هذا السبايرل الأول هذا الهيلبرت ما أدروي شو هذا مرة يمسح من يمين مرة من فوق مرة يعني فصراحة السبايرل حلوة مرة يأخذ لها كده من الوسط يأخذ لها لفة وهكذا هذه هي من ناحية البوكيتس جميل هنرجع زي أول خلي 60 enable هذا نتأكد منه وعلى فكرة تبغى الـ GPU من هنا إذا عندك اصدار الأخير GPU settings لا مو هذا عفوا Device Selection من CPU إلى GPU تستخدم GPU بس ما رح يستخدم عشان مسير لأخبط مع التسجيل وعندنا CPU وتقدر لو سارت مشاكل في الـ GPU أو ضعيف تقدر error ويحول لك CPU مباشرة إذا fall back يعني ارجع للـ CPU إذا سارت مشكلة هذه هي هذه المفروض لأعمل لها شرح مع خيارات R-Node خلاص حين انتهينا والله جميل لهذا الجو كذا عجبني صراحة طي الـ Progressive خلاص عملت لها شرح كامل Anomorphic Workflow هذه إذا كان عندي أنا طبعا صراحة ممكن يكون كاميرا أنا ما جربتها حقيقة لكن يكون مثل كاميرا الـ Anomorphic مثلا تكون هذه مضغوطة وطولية بالطول وسارت ممطوطة نفس المنتجات هذا قد يصححها لأنه مرفك Workflow يعملها تصحيح هذا هو ما عمر جربتها صراحة هذا Render to Viewport هذا جميل للبعض مه للجميع لو أضغط عليه رح يعمل لي رندر هنا بالViewport هنا لاحظوا هنا يلغي لي هذا فصراحة أنا كده ما رح أشتغل فصراحة ما في فائدة من الـ IBR صح؟ بس إذا واحد يبغى هنا يقدر يشتغل هنا جميل فتكون خلاص موجودة مثلا هنا في اختصار طبعا لها Alt W هذه اختصارات كل هذه خاصة بـ Arnold الـ W اختصار لـ Arnold فقط أضغط V هيرجعني عند الـ IBR LW V هيرجعني للViewport هيرجعني للـ IBR Alt W V هيرجع هنا جميل ممتاز طبعا أستطيع أختار أي منتج من الـ IBR نفسه أقدر أختار أي منتج من هنا Control وأضغط بالفرع طيق خلاص أخترت مين هذا لاحظوا هذا اللي اخترته هنا لحين أقدر أختار هذا المنتج Control أو هذه هنا الكريمة هذه أنا اخترتها لاحظوا طيب إيش بعد من اختصارات آآ اللهم صلى عليه محمد آآ عندي أقدر مثلا أيه باليمين على هذا وأقول A BENT TO SELECTION يعني ضيف هذا المنتج إلى الـ SELECTION اللي أنا من اللي هو الكريمة أضيفه معاهم طيق فاخترتهم اثنين هم عن طريق من الـ IBR خلونا ألغي لكم الكاميرا من هنا نروح للي هو Active Camera عشان يكون خلاص مع التحكم لاحظوا مع التحكم خلاص أقدر تحكم من هنا زي ما تتحكم أنت مثلا نضغط حنا ألت بالفارة بالفارة ليسار صح أقدر تحكم برضو هنا بالضبط نفس الطريقة ألت وهنا تجلس تتحكم بالنفس تي خلاص وأو ألت بالفارة اللي في الزر اللي في الوسط أنا حين اختفيت رحت لمكان أنا ورحت أيهو هنا أحياني يكون عملي أكثر ليش لأن المكان هنا صغير أو عشان الاختيار كمان ألت بالفارة اليمين أقرب وبعد أقدر أسويها طبعا طبعا لا سبح الله لو صار شي وما تدري أنت وين رحت مثلا خلال نقول والله أنت رحت كذا مثلا كل اللي عليك تضغط الأو حتى يروح لك للمنتج آخر منتج أنت اخترته المنتج اللي انت اخترت الآن أو جميل اللي هذا هو اتش وكل الأوبجيكت اتش كل الأوبجيكت الأو فقط الحاجة اللي انت مختارها الآن أولي أنا مختارها البوكس اللي هو هذا المنتج جميل طيب فهذه الاختصارات عندنا البيك فوكس ما رح ينفع ليش لأني أنا ما فعلت الكاميرا لازم أفعلها نروح للكاميرا مثلا ونختارها طبعا هذه سبق شرحتها اختار الكاميرات وتظل ثابته حتى تروح للأكتف كاميرا الأكتف كاميرا اللي هو هنا عند البيو بورت جميل فهذا نحن اختارت الكاميرا ولازم أضغط برضو اختارها هي ونروح للأر نود ونفعل الانابل دي او اف اللي هو ديفث أوف فيلد نفعله فباليمين على هذا المنتج بيك فوكس وهذه سبق وشرحته هنا في حق الانطلاقة الخاصة بأر نود يمين صر التركيز هنا وعلى محاذاتها أي شيء محاذات هذا سيكون صافي وعليها التركيز بس حطوا في بالكم ال out of focus وال depth of field دي ااك الأكل من الرندر ولا بد من رفع السيمبلز السيمبلز ورفع اعدادات الرندر حتى هذا التحبب كله يروح ما راح يروح بسهولة حتى نرفع فضعوا هذا بالحسبان خلونا نلغيه الآن ونلغي برضا الكاميرا من اختصارات أيضا اللي هو create arnode material هذه أقدر أختار أي منتج طبعا المشكلة كلها أنا سويت لها اكسا وعملت اكسا لكل منتج اللي حال وضعتها هنا لكن بالإمكان باليمين create arnode material حيعمل شي جديد هذا هو جميل وهنا بالإمكان select object بدون control طيق هيختار ليه هو اللي حاله هذا هو أروح لهذا باليمين append to selection باليمين مرة ثانية عليه يقول لك remove from selection لا شيئا من الاختيار ما أبغاه وهكذا اختصارات جميلة طيب هذه شرحناها اللي هو التلوين وهذه شرحناها الخاصة اللي هو فقط بدون اكسا وال debug الخاصة بالتشخيص وهذه إذا أبغى منتج واحد فقط وشخصه من ناحية الاكسا اختفى كل شيء معني أنا مختار هذه جميل تأكد دائما أنك ما في أي خامة مختارها غير الأبجكت اللي أنا تخترت أنا حين بشخص هذا الأبجكت جميل لكن ما طلع ما ظهر معايا لأنه مختار خامة ثانية لا تختار أي نوع من نوع الخامات اضغط بره أي مكان لاحظوا ظهر معايا هذا اللي هو هذا كان حسبت أنه فطلع خلص دعنا نختار الأبجكت ثاني لاحظ يشخص لذاء فقط وتشتغل على هذا ويلغي لك كل شيء جميل شخص لذي شخص للأرضية وهكذا دعنا نشخص هذه هذا هو شخصنا اللي خلف ممتاز هذا هو هذا يشخص بس تنسى تكون لا تختار أي خامة من الخامات اللي هنا اللي تحت الماتيريال واختار الأبجكت اللي تبدأ تعمله تشخيص واختار الماتيريال الخاصة فيه وعمل تعديلاتك اللازمة وحين نلغيه حتى نرجع زي أول وهذا معروف للريجن وهذا الخاص إذا عندنا موشن بلر إذا في حركة أو سرعة صراحة ما عندي ما عندي أي شيء في سرعة لو فيه ولا عندي أنيميشن لو فيه أنيميشن سيوريك الموشن بلر الخاص فيه من هنا لازم تفعله عشان تقدر تشوفه الموشن بلر هذا هو فكذا خلاص تقريبا ما الحمد لله غطينا أغلب الشغلات الخاصة بال الإي بي آر وأتوقع أخذنا يعني أطوما لازم عذرا في حاجة مهمة هنا نسيت أشرحها مهمة صراحة بنسبة لي وقد تهم غيري إذا وقفت الرندر خلاص حاب أني ألغي هذه يعني ما تكون موجودة من آخر وحدة أعمل تصفية خلاص ترجع سوداء ما فيه أي شيء حتى يعني يبدأ إقلاع جديد آخر حاجة راح أغطيها خلونا أعمل create material أنا أعلمكم ليش اختار standard surface ما أدلا لاحظوا تصار أسود ما راح تصير مثل هذه ما يقدر يسوي لك render بنفس الوقت هذا يبغى لن render فلازم أقفل ال IBR حتى هذا يسوي render لاحظوا إذا قفلت هذا مباشر يسوي render لاحظوا لازم واحد منهم يا الخامات يا IBR إذا فعلت IBR هذا ما سيسير وكذا وصلنا إلى نهاية الشرح أتمنى أن يكون واضح وشيق ولا تنسونا الاشتراك وتفعيل الجرس للمزيد بإذن الله من سلسلة دروس أرنود والسلام عليكم ورحمة الله